أهلا بحضراتكم مرة تانية بالمناسبة قبل ما أدخل في التفاصيل لازم أوجه تحية وأعتقد أنها تحية على اسمه لسان كل جمهور أو معظم جمهور النادي الأهلي حقيقة اللي احتفلت بوليد سليمان رغم سوء النتيجة ورغم خسارة اللقب لكن وليد الحقيقة وحال تشوف وليد سليمان يعني جاي من بعيد أوي جاي من بعيد أوي لكن الروح هو ده المطلوب الجمهور على فكرة احنا خسرنا ألقاب كتير جدا أهم من بطولة كاس مصر لكن طول ما بنحس أنه لعيبة مقدمة أحسن ما عندها وأن الروح دائما موجودة ما بتغيبش جمهور الأهلي ما بيزعلش جمهور أهلي جمهور وافي وجمهور فاهم واعي كواس قوي يعرف يقدر أنه لعيبة في الملعب دي بزلت أقصى ما في استطاعتها وقدمت يعني كل إمكانياتها وبالتالي خسارة اللقب هنا بتزعل آه بس ما بتوجعش بتزعل بس ما بتوجعش فوليد سليمان كل التحية الحقيقة كان نجم المباراة الأخيرة قدامنا دي الزمالك طيب إحنا عندنا أخبار طبعا للأسف الشديد طبعا محمد شريف يعني خلاص الموسم كده بالنسبة له انتهى الإصابة اللي حصلت له في ديئة 25 مزقف العضلة الضمى وبالتالي أعتقد كده شريف صعب جدا عنده وأعتقد يعني برنامج تأهيل محتوط له لمدة شهرين تقريبا فبالتالي حسابات أو حسابات النادي الأهلي خرج منها محمد شريف لنهاية الموسم لكن الجميل في الموضوع أنه النهاردة بيشارك في التمرينة النهاردة طبعا تمرينة أخيرة قبل الفرين ما يدخل معسكر مغلق عشان ماتش الجونة اللي كمان 24 ساعة بالتمام والكمال 6 ونص بكرة إن شاء الله الأهلي يرجع تاني يستعرف جوالات أو مسابقة الدوري بلقاء الجونة ساعة 6 ونص النهاردة بيشارك في التمرينة بيرسيتا وميكسوني بيرجع مرة تانية أكرم توفيق حمد الله على السلامة أكرم وأعتقد أكرم بإذن الله يستعيد فورميتو في أعلى أشكالها في أسرع وقت ممكن تأكيد كواليتي لعبة الأهلي أكرم توفيق